موسيقى مساء الخير إلى العناوين المواطنون اليمنيون يفقدون صبرهم على جرائم الحوثي ويتحركون جديا لطرده من البلاد موسيقى بنوك الدم تطلب متبرعين بشكل استثنائي واستشاري طالب بالمسارع بالتبرع موسيقى غياب تنسيق بين الجهات يهدر أموال المشروعات ويعطل تنفيذها التفاصيل في أهلا موسيقى مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي والبداية كالعادة بأخبار يا هلا وبهذا الخبر الجميل والمبهج والاستحقاق الجديد للمملكة العربية السعودية على مستوى العالم اللي يضاف إلى مجمل الاستحقاقات اللي حصلنا عليها حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع فيروس كورونا لشهر يناير الجاري في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده الأمين حفظهم الله في التعامل مع الجائحة وافتتحت المملكة العام الجديد 2022 بالتقدم نحو ثماني عشرة مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكثر من 53 اقتصادا في العالم مع الجائحة ويعد هذا التقدم الذي أحرزته المملكة في التصنيف مؤشرا عمليا لفاعلية برامج اللقاحات التي اعتمدتها الحكومة والوصول إلى مستويات مرتفعة من التحصين بالجرعتين الأولى والثانية ومواصلة حث السكان على الحصول على الجرعة التنشيطية التي أثبتت فاعليتها في مواجهة متحور أوميكرون بشكل كبير إضافة إلى التوقعات الاقتصادية القوية في ظل مواصلة سياسة فتح الاقتصاد والسفر وتخفيف القيود واحد من الاستحقاقات الكبيرة للمملكة العربية السعودية اللي اليوم نستحقها ونفاخر فيها ونعتز جاءت نتيجة جهد جبار وكبير من كل الجهات داخل المملكة العربية السعودية بلا استثناء وبتوجيهات عليا من قيادة حكيمة رشيدة استطاعت أن تتعامل مع هذه الجائحة منذ بدايتها حتى الآن بهذا الشكل الكبير اللي اليوم نحص الثمار ليس فقط على مستوى هذا التصنيف من بلونبرغ يعني هو تصنيف كبير جدا وإحنا في عام واحد قفصنا 18 مرتبة واصبحنا في المرتبة الثانية على مستوى العالم وإنما أيضا حتى على مستوى المجتمع اليوم أعداد المحصنين أعداد الناس المتقدمين للجرعة التنشيطية أو اللي أخذوها أعداد الحالات الحرجة في مقابل عدد الإصابات التعامل مع الاقتصاد وفتح الاقتصاد في ظل هذه الموجة تخفيف القيود ووضع الإجراءات الاحترازية كل هذا الأمر وهذه الأزمة أديرت بنجاح كبير اليوم نحن نفاخر فيه نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع من بداية كورونا إلى اليوم والجهود السعودية واضحة للكل سواء داخل المملكة أو خارجها اللي يبحث عن برهان أو دليل لهذه الجهود وإنها ليست فقط كلام للاستهلاك وإحنا دائما نقوله وإحنا دائما نقول حقائق هو اللي حصل اليوم في هذا التصنيف بلومبيرك على مستوى العالم تصنف وتقول أن المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية على مستوى العالم اليوم عندك 53 كيان اقتصادي كبير وعملاق على مستوى العالم إحنا في المرتبة الثانية قفزنا 18 مرتبة فيما يخص التعامل مع جائحة كورونا اللقاحات وتوفيرها فتح الأسواق تخفيف القيود السفر إدارة الأزمة بالكامل يحق لنا أن نفاخر فيها وبقوة هذا له نفاق وله مجاملة هذه حقيقة يجب علينا أن نرددها دائما وأبدا وأن نفاخر بها اليوم لو كانت هذه المعطيات كلها عند أي بلد بكل تأكيد أنه إعلامه ومجتمعه وممثليه في كل مكان سيفاخرون فيها فمن حقنا أننا نفاخر بمثل هذا الاستحقاق وهذا المنجز وإن شاء الله مثل ما تجاوزنا كل مراحل كورونا السابقة بنجاح ما تبقى من هذه الجائحة نتجاوز بنجاح وبحكمة وبتوفيق وبسعادة عالية جدا إلى أن نصل إلى نقطة النهاية في هذه الجائحة شكرا للقيادة العليا شكرا للجهات المسؤولة شكرا للميدان ومن عمل فيه شكرا لكل الجهات التي جعلت اليوم اسم المملكة العربية السعودية في هذه الجائحة في مقدمة الدول العالم نرجع إلى أخبارنا حيث حذرت النيابة العامة مجددا من أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك حيث أن هذه الممارسات والسلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقف تشارك أكثر من ثلاثين جهة حكومية في معرض السعودية الرقمية بتنظيم من هيئة الحكومة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمر ليب الحدث التقني العالمي الذي تستضيفه الرياض من الأول من غد أي الثلثة إلى الثالث من فبراير تحت شعار عين على المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السبراني مسرعة أعمال متخصصة في مجالات التقنيات التأسيسية والتقنيات الناشئة ذات الأولويات في مجال الأمن السبراني والمجالات ذات العلاقة وذلك ضمن مبادرات الهيئة لتفعيل منظومة الصناعة والابتكار المحلية للأمن السبراني الحبة السوداء أو حبة البركة أحاديث وقصص وحكايات وخلطات ووصفات كثيرة نسمعها عنها دائما ولا نعلم عن صحتها من عدمها في أهلا نقدم لكم هذا الحوار مع أستاذ علم العقاقير البروفيسور جابر القحطاني عما يتعلق بفوائد الحبة السوداء وهو جزء من سلسلة لقاءات مع الدكتور جابر قابله وحاوره وخرج بهذه الإجابات الزميل فيصل الملحم نتابع امتداداً لمواضعنا المهمة مع الدكتور جابر القحطاني بالبداية حدثنا عن فوائد الزنجبيل والقرفة وما علاقتهم مع قرحة المعدة هو زنجبيل معروف الله يبارك فيك والقرفة إنها تشرب في فصل الشتاء فكلا الزنجبيل والقرفة بس ما تخلط لأن فيه تداخل بينهم فالزنجبيل يشرب مع الحليب والقرفة تشرب من الحليب كما القهوة إنك ممكن تشربها مع الحليب الزنجبيل وأي مادة حارة زي الشطة الشطة الفلفل الأحمر الصغير هذا حارة يقطع اللسان والذي يحتوي على مادة اسمها كبسسي وهي التي يعزائي لها التأثير الحار هذه الأشياء الحارة إذا أكلتها ونزلت إلى المعدة تتغير كلياً في المعدة أنزيمات وأحماض تتفاعل مع المواد هذه وتحولها من مواد حارة إلى مواد باردة ولذلك الناس الذين يقولون أني ما أقدر أخذ الجنجبيل لأن عندي قرحة في المعدة هؤلاء 12 هذا خطأ إيش هي طريقة استخدام الحبة السودة؟ ما مدى علاقتها باسترجاع حاسة الشم؟ تبخيرها للشم نعم هذه يعني ناس قدير جوني يعني ممتت حوالي حتى 15 سنة يشركون من الشم فقلت لهم خذوا الحبة السودة وحطوها في الجمر وكانكم تتبخروا وتتبخروا وشموها وكرروا هذا كل أربع خمس ساعات وفعلا استخداموا والحمد لله رجعت عندهم حاسة الشم طبيعية تعتقد أن الأشخاص اللي يصيبوا كورونا فقدوا حاسة الشم لا يقدروا نجربها؟ والله ممكن ليه لا ليه ما تجرب ما منها أي خطر جميل ما منها أي خطر إيش هي فؤاد الثوم؟ وما مدى صحة استخدامه داخل الإذن؟ هو الثوم مطهر على أي حال هو أنسي بكتيريا قاتل البكتيريا ولذلك الثوم لا فوائد عدة جلدية غير الحاجات الداخلية طبعاً لما يوضعه في الأذن فالمادة الطيارة اللي فيه نسميها أليسين تقتل إذا كان فيه قامل لأن أحيان زمان كان يدخل قامل في الأذن طب الشعر يجي فيه قامل ثم يدخل في الأذن ولذلك تلقى الإنسان ما ينام في الليل الوشي شش 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 علشان الهاذف لما يضع الثوم رائحة الثوم يقتل أي حشرة أي حشرة صغيرة أو أي بكتيريا أو أي فيروس في الأذن يقتله فلذلك يستخدم كمطهر إيش هي فؤاد البصل؟ ما مدى صحة استخدام شرائح البصل بوضع تحت القدمين للوقاية من نزلات البرد؟ هو دائماً إحنا نقول أهم شيء في الشتاء أن الإنسان يدفي حاجته في جسمه الأقدام والصدر ناس يحطون على روسهم قبعات وهذا ما ينامون الرأس لا تغطي ولا تغربع ما له دخل مرة حتى لو كانت لش أهم شيء الصدر والقدمين أنك تدفيهم لكن شرائح البصل يعني شيء شعبي يعني ما عليه دليل ما في برهان يثبت أن هذا يعني مثلاً أنا تسألتني عن الثوم في الأذن في برهان في دراسة إيه؟ الثعلبة في دراسة يعني اللي أنا أتكلم عليها اللي فيها دراسات وأثبت نجاحها لكن أنك تضعها في القدمين وتلبس عليها شراب قد يكون يعني إذا حين احنا عندما كنا ندرس العشاء كيف ندرسها؟ ندرسها من استخدام الناس ونحقق إذا كان صح ولا خطأ فهذا يبغى لها دراسة هل فعلاً تفيد ولا ما تفيد لكن إلى حد الآن لا يوجد ما يثبت دالي إيش هي فوائد الفيكس وهل فعلاً وضعه على منطقة السر له أضرار؟ هو الحقيقة جيد هو من الحاجات لأن زيوت الطيارة للأشياء الجلدية والصداع والسكام فيه ناس تارى حتى يأخذوا منها قطعة صغيرة ويبلعوها يخفف من أعلام الحلق ومشاكل الحلق في الفيكس جيد لكن التي على الصرة لا يوجد دراسات علمية تفيد أنها تؤثر بأي حالة من الأحوال لكن الفيكس بشكل عام يعني مثبت علبياً ويستخدم من مات سنين ما هو منه إيش هي أفضل طريقة لتبخير المنزل لطرد الفيروسات والميكروبات؟ طبعاً سبحان الله من زمان كانوا يستخدمون لبان الذكر وكانوا يستخدمون المستقى كتب خير في البيوت في المنازل ولكن لم يثوت علمياً فائدتها والذي ثبت علمياً فائدته ويقضي على كل الفيروسات أو البكتيريا الموجودة في المنزل هو البخور الجاوي يسمى بنزوين وهو الذي يباع على هذه الصفائح تنك يباع عند الناس اللي بيعون الزنجبيل والقهوة والهيل ما هي فوائد الفلفل الأسود؟ وإيش هي أفضل طريقة نستخدمها للتخزين؟ الفلفل الأسود مثل ما قالوا ذهب الفلفل الأسود إذا طحن بعد شهر تروح فائدته لأن الفلفل الأسود يحتوي على زي الطيار والزيوت الطيار اسمها طيارة طير مع الحرارة وإيضاء التخزين العلبة اللي يوضعها فيها الفلفل الأسود غيرها إيش نوع العلبة؟ هالعلوة بلاسك؟ لا ما ضعها يتفاعل مع البلاسك وبتتأثر زي مثلا الهيل يطحنونه يحطونه في علبة ويحطون ملعقة البيضة هذي كله يأخذون منه العلبة الملعقة هذه البيضة لو بعد عشر أيام من وضعها مع الهيل وجدت أخذها تلقى التاكع على الهيل تباعلت مع زيت الطيار الموجود في الهيل شكرا لبروفيسور جابر القحطاني على هذا الحوار ومثل ما قلنا في البداية أنه جزء من سلسلة حوارات أو لقاءات وشكرا لزمينة فيصل الملحم اللي أجره هذا الحوار مع الدكتور جابر زمينة فيصل بالأمس ثبتت إصابته بفايروس كورونا ونقول له ألف سلامة عليك وما تشوف شر ومثل الدعوة المتداولة مارة غير ضارة إن شاء الله وترجعنا بألف سلامة وصحة وعافية فيصل من الكوادر الشابة الجميلة اللي أضافت لنا الكثير حقيقة في أهله منذ انضمام اللي فريق عمل البرنامج من الشباب المشتهدين والمخلصين والمتفانين غيابوا عننا اليوم أو في هذه الأيام يوجعنا كثير وسنسعد أكثر بعودة وإن شاء الله سالم وغانم ومعافية بعد سبع أيام بإذن الله اليوم كنت على تواصل مع فيصل وطمننا على صحته هو بخير ولله الحمد يعني خلنا نقول أنه يعني حالة إصابة خفيفة بإذن الله ويرجع لنا فيصل بكل صحة وسلامة وعافية لكن حبينا أنه نسجل هذه اللحظة وهذه التحية ومعها الدعوات لزميننا فيصل الملحم بالشفاء والصحة وبالعافية والدعوة لكل مصابي كورونا في كل أرجاء هذا العالم بالسلامة والصحة والحفظ وأن نتخلص من هذا الفيروس ألف مليون سلامة يا أبو مناور وترجع لنا إن شاء الله بالصحة والسلامة مكانك يناديك وارواحنا تحبك وإن شاء الله نشوفك على خير ومحبة وسلام وبعد الفاصل ألقاكم إنسان اليمن العربي الأصيل يحاول الحوثي الفارسي الإرهابي إذاء عروبته اليمن الوطن العربي العريق تحاول ميليشيا أن تمحو تاريخه بالدماء لتجعله فارسيا طائفيا إرهابيا في اليمن لو سألت القلاع والمساجد والجبال ومزارع البن وأشجار الحناء لجاوبتك بيقين أنا عربية في اليمن لو استنطقت صنعاء وعدن وحضر موت والحديدة والمكلة لقالت أنا عربية في اليمن لو تحدثت إلى حجر في حاضرة زبيد التاريخية أو صافحت سورا في شبام العريقة أو تحدثت إلى موجة في أرخبيل سقطرة لتسابقت عروبتهم إليك قبل آثارهم خلق اليمن عربيا وأوتي الحكمة عربيا وأزهر الدماء أبنائه وأرضه وتاريخه بالعروبة فتبت كل يد تحاول نزع أصله وكما كان سيعود ولا راية سترفع على قممه إلا وهي تقول للدنيا أنا اليمن العربي وهذه جذوري يمر اليمن منذ تسلط ميليشيات الحوثي بالعديد من النكبات والأزمات على كافة الأصعدة فلم تبقى وسيلة غير أخلاقية إلا واستخدمتها الميليشيات في حربها الخاسرة التي يعرف من يقف وراءها نتائجها ونهاية مطافها إذ عمل الحوثيون منذ الأيام الأولى إلى استخدام المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن كدروع بشرية في حربهم الجبانة كما عملوا بسبب الفوضى التي أوجدوها في المناطق التي تقع تحت سيطراتهم إلى نزوح الآلاف من المدنيين تحت ظروف إنسانية صعبة كما تحد الحوثيون كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية من خلال استخدامهم واستغلالهم صغار السن الذين عملوا على تجنيدهم الحوثي واستخدامهم في صراعه وحروبه فمن أمن العقوبة أساء لا دب فهو لم يرى وقفة دولية جادة تردع انفلات معاييره الأخلاقية وتجاوزه لكل القيم والمبادئ الإنسانية يتصف اليمني بطيبته وأصالة أخلاقه كيف لا؟ وهو العربي الذي جبل على المكارم ورضعها منذ نعومة أطفاله هذه المواصفات بالإضافة إلى حكمة الإنسان اليمني جعلت الشارع اليمني وعلى رأسهم القبائل اليمنية تبدي تدمرها مما جره هؤلاء الشردمة على موطنهم ومحاولة تنفيذ أجندة تخدم قوى خارجية لم تعتد أنفتهم أن يكونوا أتباعا لها الميليشيات الحوثية يجب أن تعلم أن النهاية محتومة وما فعلوا من جرائم اقترب حسابها إلا أن مكابرتهم وتعنتهم يعود لفقدانهم القرار فالعقول مغيبة والإرادة مسلوبة شكراً للزميل أحمد العبد الكريم يسعدني أن أرحب معي هنا في الاستوديو بالأستاذ أحمد المسيبلي وهو مستشار وزير الإعلام اليمني أستاذ أحمد مساء الخير وشكراً لقبولك دعوة البرنامج شرف لي أولو شكراً لك أستاذ مفرح شكراً لكل زملائنا الأعزاء في قناة روتانا ولكل مشاهدي روتانا اليوم إنسان اليمن في الداخل اليمني في مواجهة الحوثي والميليشيا كيف تصف الوضع؟ دعني قبل أن أصف الوضع أصف المقدمة التي عملتها أنت يعني المقدمة الرائعة أبكتني كثير جداً لأنها تتحدث عن هذا البلد العربي العريق الأصيل في عراقته حتى أنه يتغنى الكثير من الملك سلمان إلى ولي العهد إلى محمد بن زايد إلى الشيخ زايد رحمه الله عندما يقولون أنه أصل لهذه العروبة نعم مقدمتك الرائعة التي خرجت بها هي خاتمة وليست مقدمة فقط لهذا البرنامج الجميل والرائع أن اليمن لن تكون إلا عربية ولن تسقط أبداً في خطم الصراعات الإيرانية داخل اليمن الإرهابية ولن تتأفرس اليمن ولن يتأفرس الشاب ولا الشابة ولا الشيخ ولا الطفل اليمني أبداً بل سيظل داخل هذه البوتقة العربية الرائعة العظيمة سيبقى في هذا المكان الجغرافي العظيم العربي الإنسان اليمني اليوم يقدم لنا دروس عظيمة جداً في النضال يقدم لنا دروس عظيمة جداً في الجهات من أجل دينه أولاً لأن الحرب هذه لا نريد أن نوصفها فقط جغرافياً بل نوصفها أيضاً عقائدياً لأن هناك حرب شعواء من إيران على الجانب الديني داخل اليمن والمنطقة العربية أجمع وليس فقط اليمن فتحية عظيمة من برنامجك تحية عظيمة من هؤلاء الذين يعملون خلف هذه الكاميرات لأولئك الرجال الأبطال ولسقور الجو الذين اليوم يقدمون دروس عظيمة داخل اليمن وهي التحية التي لا بد أن نرسلها أيضاً من برنامجك لأرواح أولئك الشهداء الطاهرين الذين قدموا أرواحهم من أجل الفداء لليمن وللمنطقة أجمع نشكرك على هذه المشاعر والكلمات وبالعودة إلى اليمن اليوم المواجهة في الداخل اليمني ما بين إنسان اليمن والأصيل أتحدث والميليشيا في الآونة الأخيرة أصبحنا نشاهد تحرك كبير في الداخل اليمني ضدهم أنت ابن المنطقة ابن اليمن في الداخل تعرف كيف يفكرون ويتحركون كيف ننقل الوضع للناس كيف نصفه أولاً الحوثيون كان يأمل سواءً إخواننا الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات أو في التحالف إن هؤلاء سيعودون إلى جادة الحق وصواب سيلتزمون بيمنيتهم سيلتزمون بعربيتهم سيلتزمون بقوميتهم العربية سيلتزمون بجغرافيتهم التي هم فيها لكنهم للأسف الشديد أصروا إلا أن يلحقوا بإيران حقيقة وأمام العالم لا يمكن أن يخفى هذا أبداً تداء من تصريحات إيران عندما احتلوا العاصمة صنعاء قالوا إنها العاصمة الرابعة التي أصبحت تحت سيطرة إيران وانتهاءاً بإيرلو الذي حكم اليمن وصنعاء حتى أنقض الله اليمن منه وحتى خلص الله اليمنيين منه ولهذا يا عزيزي المشهد في اليمن كان هناك مشهد أخوي عروبي سلام يمد يد السلام من العرب ومن أخواننا في المملكة العربية السعودية أنه اجنحوا للسلم لكنهم لم يجنحوا اجنحوا للأمن والأمان لكنهم لم يجنحوا قتلوا فجروا أرهبوا أرعبوا ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي مليحة عشقها السل والجرب ماتت بندوق والضاحم بلا ثمن ولم يمت في ثناياها الفن والأدب صنعاء اليوم تنتفض من داخلها نعم هم يحاصرون نعم هم يقتلون نعم هم يحاصرون نعم هم يجوعون نعم هم ينهبون نعم يرهبون نعم اليوم هم يستخدمون كل وسائل القتل سواء داخل البلد أو إرهاب العالم داخل المملكة العربية السعودية أو داخل الإمارات أو في البحر والبر والجو نعم هم يستخدمون لكن الإنسان اليمني العربي الأصيل اليوم ينتفض ينتفض في شبوة ينتفض في مارب ينتفض في البيضاء ينتفض في كل بقعة من بقاع اليمن وسينتفض في صنعاء وأنا مثبت على تويتر مثبت تغريدة تقول أنه صنعاء العظيمة اللي أنا بحيي أهلها من روتانا بحيي أهلها من الرياض بحيي أهلها من كل شارع داخل بلدنا الثاني من المملكة العربية السعودية اللي شعبكم هنا معكم قيادة معكم لا يريدون لكم أن تذهبون إلى إيران ولا يريدون لإيران أن تدمر اليمن المشهد يا أستاذ مفرح مشهد عظيم ومشهد جلل ولكنه في المقابل مشهد حزين ومشهد مؤلم لأولئك القتلة لأولئك المجرمون الذين يذبحون ويقتلون الشعب اليمني ويدمرون اليمن مشاهد كثيرة جدا لو تحدثنا عنها في اليمن هل رأيت ولو سألت والدك ولو سألت جدك ولو سألت أجدادك هل رأيت عدوا قبل أن يكون غير ذلك يعني يفجر بيت يفجر بيت عدوه وهو عدوه حتى يفجر بيته ويفجر أمام أطفاله وأمام النساء وأمام اللذاء لا يمكن الزوج عندما يقتلونه الحوثيون يقتلونه أمام أطفاله وزوجته يا أخي اقتلوا حتى بعيد يعني لماذا تقتلوا أمام كذا لأنهم يريدون أن يرهبون ويرعبون الناس ويرهبون الناس لكن هيهات لهم أن ينتصروا أبدا هذا يحدث الآن ما زال طبعا أنه يأخذ الرجل يقتلوا أمام عائلته ما زال حتى الآن الحوثيون يختطفون الناس من أمام أولادهم وزوجاتهم وأبنائهم يقتلون الناس أمام زوجاتهم وأطفالهم وأولادهم أو العكس يقتلون أطفالك وزوجتك أمامك يستخدمونهم دروعا بشرية يعني مثلا أنا عندي أحد أقاربي رحمه الله في السجن عندما أستلموا جثته أهله استلموها مكسور العمود الفخري مكسور وهو مسجون لا حول له ولا قوة وهو كان مسجونا ومختطفا لديهم كسروا عموده الفقري بالتعذيب هم يستخدمون كل أنواع الجرائم وكل أنواع الإرهاب اليوم الحوثيون خرج إرهابهم ليس فقط في اليمن اليوم يكسفون داخل الإمارات اليوم يكسفون في المملكة العربية السعودية وهم من قبل أيضا يكسفون يكسفون في كل بكان لماذا؟ هم يحاولون القصف ويحاولون الإيذاء لكن محاولاتهم تردع دائما تردع طبعا دائما لكن هم أيضا يكتلون مدنيين ويكتلون أبرياء ويكسفون أماكن مدنية ولهذا هو الإرهاب الإيراني في المنطقة وفي اليمن الذي لن يكتبله النصر بإذن الله سبحانه وتعالى الإنسان اليمني الأصيري اليوم أنت أفردت عنوان جميل لحلقتك فيه أنت تتحدث عن هذا الإنسان اليمني الإنسان اليمني يعتز بيمنيته يعتز بعروبته الآن قد تسأل كما سألت سابقا أنت خلف الكاميرا أنه الناس اللي في صنعاء لماذا هم يسكتون أو الناس اللي في صنعاء لماذا لا يتحركون أو كيف يعيشون هم يعيشون تحت خط النار يعيشون تحت التهديد تحت الدكتاتورية تحت الطغيان الحوثي لا يستطيع أحدا يعمل شيء يجوعهم متى ما أراد يريد أن يستخدم أي أسلوب من أسلاليب التعذيب معهم يستخدمها يمنع النت أو الإنترنت وقت ما يريد هو يمارس أكسى وأصعب وأرهب أنواع التعذيب ضد المحاصرين داخل صنعاء ولهذا اليوم نتمنى أن يفك الحصار على أهلنا في صنعاء وصنعاء أنا متأكد أنها ستقدم درس عظيم لنا في انتفاضتها ضد هؤلاء القتلى والمجرمين الذين أتوا من داخل قم على صعيد تجنيد الأطفال وملف تجنيد الأطفال كيف تحكي لنا عنده؟ أما هذا حدث ولا حرج؟ هذا حدث ولا حرج؟ الآن الموجودين الآن معظم 80% من الموجودين داخل الجبهات يبعثون الأطفال ويرسلون الأطفال من أجل إلى المحارق إلى محارق الموت والدمار يعني بمئات الآلاف قد استخدموا يعني عشرات الآلاف للذهاب بهم إلى هذه الميادين غير ذلك يجبرونهم أولا على حضور الدورات والندوات الثقافية التي لا يمكن أبدا أن تذهب بطفل ليحضر هذه الندوة لماذا؟ لأنه طفل هذا الطفل يروح يدرس ابتدائية ثم عدادية ثم ثانوية ثم جامعة ثم يتخرج من الجامعة وله القرار أن يذهب معك ندوة إيش محتوى؟ أول شيء هي تعرض هذا الطفل للاقتصاب لأنهم عندهم للأسف الشديد هم لا يهمهم الطفولة ولا يهمهم النساء ولا يهمهم أي شيء هم للأسف الشديد يحاولون تدمير مش يحاولون هم يدمرون المجتمع اليمني الآن عندما هو ينهزم يذهب بصاروخ بالستي إلى هنا ولا هناك وأيضا عندما ينهزم في مكان آخر يدمر الطفل يدمر المرأة يدمر الشاب يدمر بهذه الندوات وبهذه الدراسة التي عفوا وبالمعتقدات وبالثقافات التي هو يملأ بها عقل هذا الطفل تدمير المجتمع اليمني هذا ركن رئيسي من أركان حربهم الإيرانية داخل اليمن السؤال الذي يضع نفسه يا أستاذنا الفاضل يعني أن هؤلاء إذا كانوا يدعون أنهم يمنيون مثلا ببساطة عندما يستخدمون الكم الهائل من هذه الألغام داخل اليمن في المساجد في المدارس في القرى في الطرقات في البيوت لماذا تستخدم هذه الألغام؟ لماذا لا تكتفي مثلا باستخدامها في الجبهات؟ لماذا أنت تستخدمها في كل هذه الأماكن؟ بمعنى أنه لا يهمك هذا الشعب اليمني لا يهمك أبدا بمعنى أنه صاحب المشروع الأكبر الذي أنت تشتغل معه الذي هو أحد أذناب هذا المشروع داخل المنطقة أنت تنفذ مشروعه الذي هو قتل هذا الشعب العربي الأصيل ومن ثم جلب شعب آخر جلب ناس آخرين الآن عندما يتواجد ألف ألفين ثلاثة ألف إيراني في اليمن هذا ممكن يصبح بعد سنة سنتين بعملية زواج متكررة ممكن يصبح عشرين ثلاثين ألف ممكن يصبح بعد خمس ست سنوات مجتمع سكان بدل سكان هؤلاء يعملوا تغيير ديموغرافي لليمن يعملوا تغيير عقائدي لليمن يعملوا تغيير قومي لليمن يعملوا تغيير نفسي لليمن بحيث أنه يخرجك من هذا المجتمع العربي أنت اللي تنتمي إليه ليدرسك الفارسية بدلا للعربية يلغي عنك المساجد خطب الجمعة وما إلى ذلك لتبقى طبعا أنت تعرف أنه إيران احتلت الأحواز كانت فيها أكثر كلها مساجد يعني سنة ألغوا المساجد وأصبحت لا شيء الآن داخل إيران يعني ألغوا كل مساجد لا يوجد مسجد سني داخل إيران هم للأسف الشديد يستخدمون كل الوسائل لتدمير هذا الشعب اليمني الأصيل اللي يتحدث عنه رقم اثنين غير الألغام عندما هم يقول اسأل أي حوثي اسأل أي واحد يتبع الحوثيين وطلع معنا حتى على وا ما هو مشروعك الوطني لليمن؟ ما هو مشروعك؟ ماذا تحمل؟ أيش المشروع اللي عندك؟ تعال يا أخي عندك مشروع؟ تعال يا أخي نتفق إحنا وإياك فيه مشروع وطني لليمن؟ تعال نتفق إحنا وإياك فيه ما في مشروع وطني؟ يا أخي ألغي إيران من الموضوع إيران مش عايزين لأننا في منطقتنا العربية مش بس في اليمن لا متصر على أن يبقى إيران ويبقى هذا هذا هو المشروع مشروع ومشروع إيران مشروع احتلال اليمن ومشروع الذهاب من اليمن إلى الخليج وما إلى ذلك مشروع إيران التدميري المعروف من سنوات ومن عقود وليس من الآن وقد حذروا منهم أكبر منا في هذا المشروع الذي يحملوه داخل كذا رقم ثلاثة اللي يستخدموه هما وهو لا يمت لليمنيين بصلة عندما أنت تقول أنا يمني أنا عربي طب ولماذا إيرلو كان؟ ولماذا إيران مسيطرة على اليمن؟ ولماذا أنت تغنى بإيران؟ ولماذا ترفع صور إيران كلها داخل شوارع اليمن؟ وداخل عفوا مدارس اليمن وجامعات اليمن؟ ولماذا تستخدم أسلحتها ولماذا تستخدم أسلحتها ولماذا خبرائها ولماذا كل هذا؟ إذن المشهد في اليمن إيراني يمني إيراني عربي هكذا من أراد أن يقول الحقيقة فهي هذه هذا الوصف النهائي إيراني يمني هذا الوصف الواقع الحقيقي إيراني يمني وليس حوثي يمني لا 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 أبدا عفوا تكزيم المعركة في اليمن غير مقبول ولهذا أنا عندما أسمع والله العظيم وأنا في أي برنامج أو في أي مكان أمين يقول الحوثيين حوثيين الحوثيون ما هم إلا عفوا لما تقول ميليشيات أنت تمدحهم لأنه ميليشيات وش الوصف اللائق كلمة كلمة بسيطة جدا أحد الزملاء قال أنتم تطالبوا بينهم جماعة إرهابية أخي الجماعات الإرهابية نفسها تزعل منكم لأنها هي ما وصلت للي وصله الحوثيون قلنا يا أخي أشي اللي وصله الحوثيون قال الحوثيون الجماعات الإرهابية قتلوا مجرمين قتلوا مجرمين قاعدة داعش قتلوا مجرمين هؤلاء قتلوا ومجرمون وعنصريون وعرقيون ويستخدم الجانب الإلهي للحكم أنه أنا جيت من عند رب العالمين ما فيه رسل ما رسل أنت لما تدرس ملازمهم يلغي مسألة ومبدأ الرسل ومبدأ مشاهدين هم تجاوزوا موضوع الإرهاب وموضوع الميليشي ولهذا سأل مننا واحد ونحن نوصف والله أثناء الحملة اللي عملناها قبل قالوا أنتوا مجرمين الجماعة الإرهابية يزعلنا منكم يا جماعة ذول يزعلوا ذول فاقوا هذا كله لهذا التوصيف الحقيقي داخل اليمن حرب إيران إيرانية يمنية الرئيس هادي اللي أنا بحيير منه على برنامجكم أول كلمة قالها عندما وصل ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية واضح هذا هو قبل ما أختم معك أبغى أسمع منك أنا بالعادة أسميها لضيوفي تغريدات صوتية كذا موجزة أخيرة بالعافية الأولى إلى اليمني في الداخل المحارب لهذا الإيراني مثل ما شاهدنا في الأونة الأخيرة بجملة ماذا تقول له تحية عظيمة ذا تحية عظيمة جدا لكل بطل داخل اليمن ومناظل واجهة العذية إلى التحالف وما يصنعه اليوم من الاسترداد لعروبة اليمن شكرا شكرا التحالف لأنه حقيقة بقوله والله بصراعة يعني لو لا ذلك تدخل من ملك الحزم العزم ولولا ذلك العاصفة العظيمة من داخل المكامل السعودية لو كنت أنا وإياك عفوا نتحدث عن جانب ملايين من البشر قد قتلوا داخل اليمن لليمن أمام خارطة اليمن وتريد أن تقول لها شيء الانتصار قادم اليمن ستظل عربية وبذل الله سبحانه وتعالى أنه سيتحقق الانتصار قريبا ولن يكون لإيران على اليمن سلطة ولا سيطرة وستزول إيران وتزول معها كل الميليشيات أحمد المسيبلي شكرا جزيلا لكم شكرا لأحمد المسيبلي ولن أجد كلمات أجمل مما ختم به بأن اليمن ستعود وستبقى عروبتها وإن غدا لناظره قريبا ولن ترى الدنيا على أرض وصية شكرا جزيلا لك ولن ترى الدنيا على أرض وصية فاصلوا مكملين معكم حياكم الله مجدداً في أهل الدكتور عمر السحيباني استشاري أمراض الدم دائماً ينادي بكثرة التبرع إلى الدم أياً كانت فصيلة دمك دائماً يحث المجتمع على فكرة وثقافة التبرع نظراً لتخصصه وللقربه ولأنه يرى أن هناك جوانب كثيرة يجب أن نؤمن من الآن لها ما يكفي من المخزون في بنوك الدم لماذا؟ هل نحن بحاجة ماسة؟ ما الوضع الآن فيما يخص احتياطه و بنوك الدم الموجودة لدينا؟ كيف يمكن أن نحث المجتمع على مزيد من التبرع؟ كثير من هذه الأسئلة والاستفسارات سأحاول أن أعرف إجاباتها في هذا الحوار مع الدكتور عمر السحيباني الذي يشرفنا اليوم في استيديو يا أهلا دكتور شكراً لقبولك الدعوة هياك الله شكراً لكم يا أستاذ فرح و بالعكس أتشرف كثير بأني أظهر على القناة و للتحدث عن التبرع بالدم حقيقة و أهميته أهلا وسهلا اليوم كيف توصف لنا الواقع؟ هل الاحتياج لدينا أكثر من المخزون الموجود ولا فيه توازن ولا العكس؟ والله الحمد لله يعني المخزون في بنوك الدم الحمد لله مستقر ما فيه أي مشاكل لكن هو دائماً الاحتياج يكون عبر النداء يعني التبرع بالدم بسبب الخوف من المستقبل الخوف من أنه لا قدر الله تحدث حالات طارئة تحتاج فيها إلى دم حينها و ما تقدر تحصل على الدم بنوك الدم يختلف احتياجها من مستشفى إلى مستشفى و على حسب المركز الطبي نفسه اللي يقدم الخدمة أنت مش تقدم خدمة بالضبط في المركز هذا يعني كل ما صار المركز متخصص أكثر فيه عمليات جراحية أكثر فيها مرضى أورام فيه عمليات زراعة أعضاء كبد فيه عمليات قلب هنا الاحتياج يزيد أكثر وأكثر و هنا يزيد قلق برضه على المخزون أكثر وأكثر و يعني ما تقارنها مثلا في بنك دم في مستشفى مثلا متوسط ما يحتاج إلى كميات كبيرة من المخزون طيب اليوم كيف تصف أيضا بحكم قربك و مطالعتك ثقافة التبرع بالدم عندنا في المجتمع في السعودية في المرحلة هذه في المرحلة هذه الحمد لله يعني بالعكس الشعب عندنا و المجتمع واعي ثقافة الدم عبارة عن ترابط و تواصل اجتماعي الناس فيها الخير الحمد لله و ودها بالخير و ودها بالأجر العظيم و ودها بنفس الوقت أنها يعني يعني أنك تذكرها بس بشكل مستمر حنا يعني دائما نقول أنه لما النادي بتبرع بالدم بشكل مستمر هي الاستمرارية أنا ما أستفيد من أشخاص معينين يجوني خمسين واحد يتبرعون بالدم في يوم معين و أجلس شهر و نص شهرين ما يجيني ولا متبرع فما لم يكن فيه يعني تذكير مستمر بالتبرع بالدم و زي ما قلت لك أنا هي ترابط و تواصل اجتماعي و عبارة عن شبكة الشبكة هذه بين المتبرعين و المجتمع و بنوك الدم زي ما المجتمع مفروض أنه يحرص أنه يتبرع بالدم برضو بنوك الدم حننا نحرص أننا نصل للأصحاء عشان يتبرعهم بالدم جميل طيب اليوم في بعض الأحاديث في المجتمع هي أحاديث غير متخصصة يقول لك أنه لا والله أنا لازم أتبرع في اليوم الفلاني من الشهر لأنه أفضل هذه الحوارات صحيحة أو لا لها أساس علمي لا أبدا ما لها أي أساس علمي أنه والله فيه ناس كانوا يقولون أن التبرع بالدم مثلا في منتصف الشهر يختلف عن آخر الشهر مثلها مثل الحجامة أو زي كذا هذه ما لها أي دلائل علمية تبرع بالدم نعم ممكن تتبرع في أي يوم إذا استوفيت شروطة تبرع بالدم كاملة ما عندك أي مشكلة تتبرع بالدم بشكل كامل وبعدها بشهرين ممكن تتبرع مرة ثانية أي وقت تتبرع هذا اللي كنت أسألك المسافة الفاصلة بين التبرع ثمان أسابيع ستة وخمسين يوم أنك ممكن تتبرع بالدم اللي هو نسميح أنه الدم الكامل بحيث أنها ما تتجاوز خمس مرات في السنة خمس مرات في السنة كحد أقصى كحد أقصى بين كل مرة و مرة أقل شيء شهرين أقل شيء شهرين المعدل العمري عادي كل الأعمار المعدل العمري طبعا نحرص أنه يكون من 18 سنة إلى 65 سنة تحت العمر هذا أو فوق العمر الأقصى يرجع إلى رأي طبيب بنك الدم بعد الوقوف على الحالة الصحية المتبرع إذا لم يكن لديه أي مشاكل أو زي كذا مهم جدا أن يكون فيه رأي الطبيب اللي موجود في بنك الدم يقبل أو لا هذا سؤال من معدتنا القديرة ريمة تقول لك الوزن هل اختلاف الوزن له علاقة بالتبرع؟ أنه والله فعلا الوزن لأنه نواجه كثير يعني للأسف أننا نرد متبرعين كثير خصوصا من الفتيات بسبب الوزن الوزن نشترط دائما أنه الوزن يكون أقل شيء خمسين كيلو جرام هذا الأقل شيء؟ نعم ليش؟ لأنه أنا مضطر أني أسحب كمية من الدم معينة عبارة عن أربعمائة وخمسين ملي اللي هي الكيس الدم نفسه الأربعمائة وخمسين ملي هذي ممكن أنها تأثر على التوازن السوائل والتوازن السوائل الدموي في الجسم فما لم يكن وزنك فوق الخمسين ممكن هذا يأثر عليك وسبب لك مشاكل مثلا بهبوط والضغط أو مشاكل أخرى يعني أنتم ما عندكم مشكلة في الوزن الزائد المشكلة في الوزن الناقص نعم ما فوق الخمسين إيش مكان للوزن هذا ما يمنع التبرع لا فيه أي مشكلة لا ممكن يتبرعين في حال نستوفى بقية شروط التبرع وشي شروط التبرع؟ شروط التبرع كثيرة طبعا فيه شروط أهمها أهمها طبعا أنه الشخص يكون سليم ما عنده أي مشاكل صحية تمنعه من التبرع المشاكل الصحية هل هي تأثر يعني أحنا دائما التبرع بالدم يهمني أنا أنه ما يأثر على صحة المتبرع ما يأثر عنده مشاكل تأثر على صحة المكون نفسها الدم أثناء المعالجة لأنني أنا سوي له معالجة وممكن أنه يأخذ علاجات أو زي كذا تأثر على الدم نفسه يصير غير مجدي أني أنقل الدم للمريض وما يكون عنده أمراض تأثر على المريض الذي سينقلها الدم فعبارة عن ثلاث جزئيات هذه دائما نحرص في الاستبيانات التي قبل التبرع أن نسأل عنها إضافة إلى الفحوصات الدقيقة التي نعملها بعد سحب الدم بعد سحب الدم نعمل فحوصات على نفس الوحدة حبت الدم نوعية الدم نعم طيب مصاب السكري مثلا يتبرع مصاب السكري إذا هو يأخذ علاج السكري عن طريق الفم يمكن أن يتبرع بالدم الأنسلين في بعض بنوك الدم لا تفضل أنها تأخذ منه بسبب أنه الخوف من مصدر الأنسلين هذا إن كان هل هو مصدر حيواني أو صناعي المصدر الحيواني لا نحرص عليه على أساس أنه يأخذ منه الدم لكن في الغالب الآن الأنسلين كله سليم يعني عادي سواء إنسلين أو في حال أنه لا يوجد أي مضاعفات أخرى للسكري تأثر عليه في حال تبرع بالدم الضغط مثلا الضغط إذا ضغطه سليم وقت التبرع حتى لو كان يأخذ علاج للضغط ووقته سليم يعني ضغطه مستقر ما عنده مشكلة ممكن يتبرع بالدم جميل طيب في فروقات مثلا بين تبرع المرأة الرجل ولا الكل على حد سواء يعني فيه اشتراطات معينة ولا لا والله إحنا عادة المرأة نسحب منها دم بشكل طبيعي لكن مثلا لما أجل بعض مكونات الدم ممكن أنها تأثر على المرضى حينما تكون من المرأة اللي سبق لها الحمل بسبب وجود أجسام مضادة لأن المرأة بعد ما تحمل أكثر من مرة تتولد عندها أجسام مضادة ممكن تأثر على المرضى فش نسوي حنا نسحب الدم ناخذ خلايا الدم الحمراء فقط ونحاول نتخلص من الصفائح وسائل الدم منها لكن نقبلها كمتبرعة جميل موضوع كورونا له علاقة بحكاية منع تبرع أو تبرع لمصاب اللي سبق وأصيب مدة زمنية معينة لا أبدا ما في أي دراسة أثبتت فعلا أنه كورونا ينتقل عبر نقل الدم مثل ومثل باقي الفيروسات التنفسية عمرها ما أثبتت الإصابة عندنا الخوف وقته بس أنه يكون الشخص مريض بكورونا لا يستطيع أن يتبرع بالدم ونفضل أنه ينتظر من عشر أيام إلى أسبوعين بعد التشافي الكامل من كورونا ويتبرع بشكل عام وبإمكانه أن يتبرع نعم وبالنسبة للقاح اللقاحات اللي موجودة عندنا الآن في السعودية كلها لقاحات تعتمد على الـ RNA والمسنجر RNA ومرسول الـ RNA وهذه ما تأثر على نقل الدم أبدا وبإمكان الشخص أنه يأخذ اللقاح ويطلع من مركز اللقاحات إلى بنك الدم ويتبرع لا يوجد أي مشكلة مثلا التدخين المدخنين لا يوجد أي إشكالية في دراسات ولكنها ضعيفة جدا على تأثير يعني تأثير مكونات الدم بسبب المدخنين لكن لا يوجد أي مشكلة المشكلة أحيانا أنه في التدخين يزيد تركيز الهيموغلوبين فضروري أننا نتأكد أنه هذا ما هو مؤثر ومسوي مثلا خلط بين زيادة تركيز الهيموغلوبين ونقص الحديد لأنه الأكسجين يعني يقل ارتباطه بالهيموغلوبين عشان كده يتزيد كمية الهيموغلوبين في الدم فقد يوحيي لك أنه الشخص سليم ولكن لا هو عنده نقص الحديد أساسا وقتها وهذه عادة إحنا مع زيادات الهيموغلوبين هذه نفضل أنه يشوف الطبيب لأنه لابد أنه يستثني برضو أسباب أخرى ممكن تكون سبب زيادة الهيموغلوبين يعني التدخين سبب ثانوي يعتبر طيب الآن كيف تصير الرحلة جاء شخص وتبرع بالدم نعم ويش الخطوات اللي بعد كده حتى وصول الدم إلى محتاج هذه عادة يعني هي رحلها طويلة ومعقدة جدا لكن أنا أحب أن أحكي عنها مثلا باختصار خلينا أقول لك عنها لأنه عادة هذه بعد حن نعطيها دائما سؤال للأطب اللي حابين يتخصصون فهو السؤال المفضل رحلة الدم من المتبرع للمريض المتبرع أول ما يجي البنك الدم طبعا يعرف بنفسه وعن طريق هويته وزي كده بنك الدم يستقبله نعطيه استبيان يعبي فيه بياناته بالتفصيل أسئلة عامة عن صحته وعن صحة المكون بالدم وعن برضو أسئلة تتعلق بالسفر بأمراض مزمنة بأمراض فيروسية أصيب فيها علاقات غير شرعية برضو كل هذه الأشياء التي هي تزيد من عامل خطورة انتقال بعض الأمراض التي تنتقل عبر النقل الدم حكاية التعاطي لو شخص كان يتعامل برضو هذه كيف تتعاملوا معها برضو حكاية التعاطي نمنع عادة حننا من الناس يعني نسألهم أسئلة عن تعاطي المخدرات والأشياء هذه كلها خصوصا إذا كانت التعاطي عن طريق الأبر وما الأبر لأن هنا تزيد الخطورة مشاركة الأبر بين المتعاطين هذه تزيد من خطورة انتقال الأمراض فيروسات خصوصا الكبد والأيدز فبرضو هذه نسأل عنها وهذه برضو أنا برجع أقول لك عنها لاحقا بعد ما نخلص من الاستبيان هذا ويوقع المتبرع في سؤال دائما نسأله في الأخير في آخر الاستبيان أنه إذا أنت حاسن دمك ما هو سليم يقول لنا بس نعم أو لا يعني على أساس في ناس برضو يقول أنا مهما جوابت على الأسئلة هذه برضو أحس ندمي ما ينفع أنه يكون للمريض هذا هذه نعملها بسرية تامة إحنا جدا بعد ما ننتهم الاستبيان هذا وش القصد من هذا السؤال عقل الإحراج أحيانا بعض المتبرعين الإحراج من أجوبة على بعض الأسئلة مثلا خصوصا للأسئلة لها علاقة مثلا بتاعات المخدرات واضح بالعلاقات الغير شرعية على أساس أننا نتجنب الإحراج هذا أنه ما حاب يجاوب على الأسئلة هذه ممكن يقول لك أنا والله أنا أحس ندمي ما هو سليم طيب التعامل كيف يصير تأخذ عينة وتدرسونها ثم تقررون طبعا أيه هذا ناخذ مثلا إذا قال هو أنه الدم غير سليم نحن نكمل معه الرحلة بس أننا ما نفحص الدم خلاص نشوف العينة بالضبط هل هي فعلا مصابة بأمراض أو لا فبعد ما يخلص الاستبيان نفحص صفح السريع عبارة عن علامات الحيوية درجة الحرارة الضغط النبض التنفس قياس الهيموغلوبين بشكل سريع على أساس نتأكد أنه مستوى الدم بالمستوى المعدل المطلوب اللي ممكن يتبرع فيه بعدها يروح مع الفني بسحب الدم نتأكد برضو نحن في كل إجراء لا بدنا نتأكد من هوية المتبرع وأنها متوافقة مع كيس الدم على أساس التعرف عليه لاحقا تبدأ بإجراءات معقمة بسحب الدم بشكل سلس وخلال عشر دقائق ربع ساعة بالكثير خلص الدم مع ملاحظة من التمريض على الشخص متأكد أنه كويس ما في أي مشاكل طبعا قبلها لازم يكون ماكل كويس ومفتر كويس نتأكد في حال أنه ما أفتر ولا تأخذ كويس مثلا نخليه يأكل ويأخذ بعض السوائل وزي كذا يرتاح شوي وبعدها ممكن يتبرع بالدم يعني لا ينصح طبيا للصائل أبدا أبدا لذلك نرجع للنقطة أننا دائما في رمضان ننزل بعدد متبرعين بالدم بسبب أن أوقات الصيام لا نستطيع أن نسحب من المتبرعين فتكون بعد الفطور لكن في الساعات عادة تكون قليلة جدا أحيانا دكتور لاحظ أن بعض الذين يسحبون يضعون عصير وكذا الذي يدوخ يعطونه يعني لماذا يدوخ وماذا فائدة أن يكون في عصير موجودة؟ العصير طبعا نقص في السكر مثلا أو لماذا؟ لا عادة لأنه نقص السوائل الموجودة لما تسحب دم تسحب كمية سوائل معه فنقص السوائل هذه ممكن أنها تسبب الدوخة للشخص يسبب له هبوط ضغط بسيط فالعصير هذا بس يعني يرفع من ضغط الدم شوي على أساس أنك ترجع صحتك وفي ناس ممكن أنها تجيها حالات زي حالات الإغمائية البسيطة من منظر الدم بعضهم يعني خصوصا يتبرعون لأول مرة دائما واجف معهم المشاكل أكثر والمضاعفات التبرع أكثر من الناس اللي متعودين للتبرع بشكل واستمر طيب نقرأ أحيانا يعني في مرات قليلة كده في بعض الصفحات كتب عن فكرة الدم الذهبي نعم هذه فكرة حقيقية موجودة ولا يعني خرافة كل الدم ذهب الدم كله ذهب أنا وهذا سر التغريدة اللي غرت فيها قبل يمكن ثلاثة سابيع أنا ما أقدر أقول والله أنت دمك مميز وأنت دمك غير مميز أنا بالنسبة لي كشخص متخصص في نقل الدم وعندي بنك دم كل الدم عندي ذهب من وين جات الفكرة؟ من وين جات؟ يعني الدم الذهبي أو الدم فصيلة الذهب أو زي كذا بسبب أنه دائماً الاحتياج وتوافق بين فصائل الدم ما في أحد فصيلته أنت لو فصيلتك مثلاً ذهبية وما في لك مثيل ما احتجتها أنا فصائل الدم بين البشر متشابهة ومتوافقة وفي بعضها ما تتوافق مع بعض فأنا ما لم أربط فصائل الدم كلها بين المتبرعين والمرضى مع بعض بالنسبة لي ما استفد شيء فكل واحد عنده فصيل الدم لا بد أنه أكيد في مريض نعم هل تعطي لكل الفصائل للأو؟ هذه الأو طبعاً كفصيلة الدم هنا نتكلم عن خلايا الدم الحمرة فصيلة أو تعطي الجميع الفصائل و أو سالب وليس أو موجب أو موجب تعطي للفصائل الموجبة جميعاً أو سالب تعطي لجميع الفصائل وهذا خلايا الدم الحمرة لكن مكونات الدم الثانية لا تنعكس الآية ويصبح A B هو اللي يعطي الفصائل الثانية والله الحديث معك ممتع ولا ودي يخلص بس قبل أنهي بس بسرعة بثواني تقول للمتبرع أنك إذا تبرعت ستستفيد التالي واحد اثنين ثلاثة الأجر العظيم إنقاذ حياة ثلاث مرضى وتأكد أنه لا بديل لدم إلا الدم نفسه يا سلام واضح جداً ثلاث مرضى بمعنى أنه كل تبرع قد يسعف ثلاثة نعم فأنت بالنسبة لي أنا برضو أقول لك واحد يساوي ثلاثة متبرع واحد ينقذ ثلاث مرة بإذن الله دكتور عمر شكراً جزيلاً لك شكراً لكم أنا في أهلا أنا أعتقد أنه جملة لا بديلة للدم إلا الدم نفسه من أكثر الجمل التحفيزية اللي ممكن تدعونا جميعاً كمجتمع أنه نتبرع الدكتور عمر دائماً يحث على التبرع اليوم هذه رسالة توعوية تثقيفية مجتمعية إنسانية من برنامج يا هلا إلى كل من يشاهد ويستمع إلى هذه الحلقة إذا كانوا من المناسبين للتبرع أن يقبلوا على التبرع بالدم حتى نستطيع أنه نبقى دائماً في هذه الموازنة ما بين الاحتياج والمخزون المتوفر الله يسلم الجميع وبعد هذا الفاصل ألقاكم حياكم الله مجدداً في أهلا المشروعات من أجل أن تصل إلى مرحلة الجودة والنجاح الكبير يستلزم ذلك أن يكون هناك تواصل كبير ما بين الجهات المختلفة حتى تنجز في وقتها المهدد في صحيفة الوطن نشير تحقيق صحفي يتعلق بهذا الجانب حول تأخر بعض التنسيقات ما بين الجهات المشتركة في المشروع نفسه وهذا يؤدي إلى إنجاز المشروع في الوقت المناسب أيضاً اهتم بطرح هذا الموضوع عبر أكثر من مقال الكاتب في صحيفة الرأي الكاتب في صحيفة الجزيرة عفواً المهندس ندى الجليدي والذي يسعدني أن يكون ضيفي في هذه اللحظات مهندس حيك الله معنا في أهلا يا أهلا والله ومساك الله بالخير ومساك الخير لجميع مشاهدي حقاً بالرامج يا أهلا أهلا وسهلا من وين جاي المشكلة في الموضوع هذا؟ طبعاً إذا قلنا إحنا مشكلة أنتم كنت ذكرتها في البداية هي مشكلة من عدة محاور لكن إحنا لو نتكلم عن المحور الرئيسي ومحور التنسيق بين كل جهة وجهة لكل مشروع تنموي عندنا مشاريع تنموية خاصة طبعاً هي نوعين المشاريع مشاريع ما يقال لها بنية تحتية ما تحت الأرض ومشاريع المرافق العامة والخدمات العامة اللي عبارة عن مدارس مستوصفات حدائق وقس عليها باقي الخدمات اللي تفيدنا في مدننا فهي على ليفلين حقيقة والتنسيق إشكالية بين يعني على نفس الليفلين يعني على كل يعني ما في تنسيق ما في توجيه مثلاً أنه مثلاً هذه المنطقة تطور في وقت معين يكون لها وقت معين بحيث أنه كل الجهات تبدأ تصب خططها وتوجهاتها وتدفقاتها المالية على منطقة معينة كيف خلنا نأخذ مثال حي عشان نوصل الصورة للمشاهدين حي كو حي أي أنا يمكن الحين في الحي اللي أنا فيه صار لي سنتين حلو بس على مستوى البنية التحتية يمكن أربع أو خمس مرات يقف الباب بيتي لتنفيذ خدمة في الشارع اللي أمامه يعني اتصالات مياه كهرباء اتصالات من وعيها و بشركاتها أي في شركة عندنا تغطي الخدمات التحتية و في شركة أخرى هي اللي يأخذ هذا الحي لخدمة الأنترنت ضف عليها أنه الصرف الصحي توم ما وصل للحي اللي حنا فيه ضف عليها كذلك خدمة الفايبر حق الكهرب هذه قبل سبعين وصلتنا في الحي تغيير المواقف لأننا ساكن قدام حديقة و مسجد غيروا المواقف حقتها فهذا خامس مشروع أنا تضررت منه خلال السنتين هي الحاجة الوحيدة اللي حسيت أنه فعلا نفذوها بنفس الوقت وقت الحجر كورونا يعني كانت فيه خدمة توصيل المياه ما حسنا فيها صراحة طيب الحي جديد ولا قديم لا 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 الحي الحي مكتمل الخدمات من 15 سنة مكتمل قصي سرع مكتمل الكتلة البنائية فيه من 15 سنة أنا سألت هذا السؤال لأنه لو كان جديد نحن عارفين أنه طريقة المشروعات تغيرت كثير عندنا فكنت أستغرب أنه حي جديد والصرف الصحي ما عمله من الأساس ولا من البنية التحدي لا بس لا أرجع أقول لك المعلومة هذه ممكن يحتاج إلى التصحيح بالعكس الآن هي ما تقاس كذا تقاس مثلا المدينة كم مقطعه من شبكات مثلا مياه صرف صحي كهرباء بالعكس الأحيال الأغلب الأحيال الجديدة ما هي من اشتراطاتها أنه يتوفر خدمة الصرف الصحي في وقت تبيع تقسمتها هنا هذه الأشكالية اللي نقول عنها لما أنت تطور حي سكني أو تطرحه على الأقل للموافقات عشان يأخذ مشاريع الموافقات لا بد أن الخدمات تكون مكتملة عندك أقلها أقلها الخدمات اللي يومي خلينا نقول كهرباء مياه صرف صحي ولا ما يكون حي حقيقة أو على الأقل أنا ألزم المطور يبيعه على مستوى على مدى 20-25 سنة مع الخدمات أنا مهم ألزم أنه يبيع اليوم لي بس تقسمه تراضي وبكرة أنا كمواطن أو كمستخدم لهذه الأرض أدخل مع معاناة لتوصيل الخدمات وعلى فكرة ترى كل خدمة تنفذ طبعا خدمة بنية تحتية هذا يؤثر على المستوى الطريق و تلاحظ الآن يعني أغلب طرقنا في الحياة السكنية حفر ردم حفر ردم هذا يؤثر قس عليها كذلك الخدمات بعض الأحياة السكنية الآن بعضها ما فيها مدارس بعضها ما فيها مصصفات بعضها ما فيها فهذا اللي نقول لك بالعكس الأحياة الجديدة الآن المفروض أنه ما يصرح ببيع قطعة أرض فيها إلا تكون مكتملة الخدمات و مبنية و ليست مواقعها فقط الآن طبعا حلوا الإشكالية أنه ما في حي مثلا يعتمد لجميع المواقع حق الخدمات موجودة كراضي لكن لا أنت كمطور جزء من عملك أنه أنت توجد لي الخدمة اللي فعلا أستطيع أن أعيش بهذا المنزل كم تتوقع نسبة الأحياة الموجودة إجمالا أنا أتكلم إجمالا أنا أعرف بحكم تخصصك عندك الطلاع واسع اللي يعني ينقصها تنسيق البنية التحتية كذا بصراحة الأحياة اللي ينقصها تنسيق البنية التحتية الجيد أتكلم بصفة عامة في السعودية نسبة تقديرية لا شوف أنا لأنني ما تقاس كذا كنسبة الأحياة التي مثلا تقام كأحياة سكنية من جهة وحدة أي لمستخدميها مثلا المدن العسكرية مثلا أقول معايا المدن العسكرية ببنى وزارة مثلا الخارجية ببنى حي السفرات أو حي حي السفرات هذه الأحياة يوم قيمة هذه المبانية وقيمة بخدماتها لأنها المنفذ شخص واحد أو جهة وحدة والمستفيد معروفين قبل التنفيذ إشكاليتنا بالأحيان أنه الأحياء هي عمر زمني يتعايش يعني الحي عشان عشان يكتمل البناء فيه عادت أن يأخذ من عشر إلى خمسة عشر سنة عشرين سنة عساس أنه يتكتمل المباني فيه فهذا حقيقة إلى الآن أنا والله ما ودي أكون متشائم لكن ما أتوقع أنه فيه حي عندنا من الأحياء السكنية الآن حتى على مستوى الكمباوند الذي على مستوى برايفت ما تلقى الخدمات فيه مكتملة يعني أنا فعلا فيها حياء الآن سعر الأمتار فيها واصل سبعة آلاف ثبان آلاف متر في الرياض يعني أنا رح تسأل عنها قبل فترة كنت شفت أنه فيه وحدة من الخدمات ما وصلتها وهي أهم خدمة مثلا خدمة الصرف الصحي وهذه ترى لما نقول خدمات ترى لها تأثير سلبي مع الوقت يعني زيد مثلا ارتفاع من سوب المياه التسربات اللي يصير لا والمعالجة بعدين تكون أصعب هذا هو وهذا اللي حنا يمكن قبل سبوع وعشر أيام على هذه الطاولة يمكن أن نتكلم عن موضوع التشوه البصري قلنا التشوه البصري من أنه حادث نقول أنه فيه بعض الخدمات لم تكتمل فلما ما تكتمل بالأحياء معناها أنه هنا لازم أنت تواجه تشوه تشوه سواء التسريبات أو تشوه بنقص قدمة تسمح لي أخذ فاصل ونكمل بعد الفاصل المكمل حياكم الله مجددا في هلا حديثي مع المهندس نيدا الجليدي ما زال مستمرا حول التنسيق ما بين الجهات من أجل تأسيس المشروعات وبالذات السكنية حتى لا تواجه إشكالات مستقبلية راح فيك مجددا معنا من مهندس اليوم إذا نبغى نرصد مكمل المشكلة قبل أن نقول الحلول وين في اللي يخطط من أول ولا في اللي ينفذ ولا وين بالضبط شوف حنا حقيقة من بدقة الخطط عندنا ترى كتنظيم أو كشي نظامي موجود وموجود شكلت عندنا لجان ترى تنسيقية على مستوى وقت ذاك الوقت على مستوى مجالس المنطقة بالأمارة وكذلك على مستوى من الأمانة والتنسيق بين المشاريع على مستوى المناطق وكذلك المدن لكن نصدم في التنفيذ لما فعلا الخطة ترسم مثلا نلقى جهة لديها مبالغ لتنفيذ هذا المشروع وجهة تقول لك لا والله أنا عندي لولوية هذا الحي لأن هذا الحي مثلا جايب قبل هذا الحي بالسرم وقعد تنتظر مثلا من 10-15 سنة إلى الآن هذه الإشكالية هي هذه أكبر إشكالية الآن ترميء المشكلة وميه مشكلة ترى فلوس ولا هي مشكلة هي مشكلة تنسيق طيب إذا كانت مشكلة تنسيق أو التنفيذ أي يعني من اللي نعرفه أنه في رقابة على هذا التنفيذ أنه قبل ما أستلم أنا المشروع أبشوف والله اللي عطيتك في المخطط مضبوط ولا لا 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 أنا ما أتكلم عن هذا اللي تطرقت لأخو ينفرح هذا الشيء الفني أنا أتكلم لك الشيء الآن المنجبنت الإداري كيف أنت مثلا عشان تضمن هذا الحي أو هذا الجزء من الحي تكون الخدمات وصلت في وقت معين بحيث أنه لما مثلا أنه كلنا نعرف أنه لكل خدمة مثلا لها مواصفات معينة يعني أنت ما تقدر مثلا تعمل مثلا خط المياه مثلا مع خط الصرف الصحي مع خط الكهرباء مع الفايبر مع الاتصالات هذه كلها كل واحد له لكن في تجارب صارت حقيقة وكان يعني أنا أتوقع أنه أمارة مكة هي كان لها السبق بهذه التفكير حيث قيادة الأمير خالد الفيصل كان يسوي كان أي مشروع الآن بيعتمد مثلا يقول سوي لي نفق خدمات حط لي نفق خدمات ولا تسوي لي خدمة كمخطط بعدين أنا في نفق الخدمات أضع الخدمات اللي أبغاها فبالحالة هذه على الأقل ضمنتنا الطريق اللي قدام ما يتحفر أكثر من مرة خلاص هو عندي نفق خدمات أستفيد منها هذا جزء من التنسيق شوف يفكر إداري حلو لكن برجعك لسؤالي الرقابة تخلصنا من الجانب الإداري التنفيذي الرقابة وين دور الرقابة في هذا الموضوع الرقابة الآن ما لها يعني أخي قل معك صريح أنا مثلا أنا مثلا اليوم أنا شركة المياه وانت بلها شركة الكهرب حلو أنا مطلوب مني أنا عندي مثلا هذا الطريق يتنفى خطتي أني نفذه بـ 22 أي والمياه خطتها بتنفذه بـ 26 يعني حسب الأولوية هو الحاجة وكلها لها دراسة أنا ليس أقول فيها اليوم لا لازم أن يكون فيه تنسيق معي ومعك على اساس أننا ننفذ بنفس الوقت هذا ما أخفيك الآن بعد الآن تغيرت الآن إدارة المدن يعني الحمد لله يعني سمعنا الآن في هيئات تطوير هيئات تطوير هذه لها مجالس المجالس مكونة من جميع وقلة الجهات الحكومية مثلا الخدمية وكذلك هذه الشركات المفروض أن تطلع خطة سنوية بمباركة تمير المنطقة ويوضح على الخطة هذه مثلا وشهد توجه التطويري لكل خدمة من الخدمات فرضا أنه مثلا عندنا عندنا شد الحاجة مثلا شرق مدينة سين في المملكة هذه محتاجة مثلا من الخدمات واحد واثنين وثلاثة هنا أنا أبدأ أبدأ أسوي تقييم وقيسها خلاص أحنا ثلاث أربع شركات سنغطي هذه الجزية في وقت واحد سننفذ بنفسه في وقت واحد ممكن بعض الأجزاء من المدينة تتحمل للسنة المالية القادمة هذا التنسيق الذي نتكلم عنه وهذا الذي كان موجوده المفروض في الأمانات لكن الذي موجود على الورق شيء والذي كان يتنفذ شيء آخر الآن لعلنا نقول يعني ما طبعنا من خلال المجالس التطويرية هذه لأننا صارت تضم عبارة عن شخص واحد هو الذي يكون صاحب القرار والمفروض أنه يعني الشخص الواحد هذا أو أمير منطقة ميزانية المنطقة كلها تكون عن طريقة هو اللي يجي عندها الميزانية لجميع القطاعات الخدمية وعلى أساس الخطة واللي يراسمها مع مثلا مدراء العموم في هذه المناطق خلاص يحددون مناطقهم على أقسام ويبدون ينفذون الخدمات جزء جزء في المدينة بحيثني أنا ما أثر على أي بنية تحتية هذا لما نخذه على بنية تحتية بعضهم عندهم نقص خدمات يعني أنا مثلا حي كنت في مدرسة أنا حي ما في مدرسة لابد أنه يعاد حتى نطاق الخدمة لبعض الخدمات من معقولة أنا الحين أروح شرق مدينة إكس وألقى فيها ثلاث مستشفيات وغربها ما فيه ولا مستشفى هنا في عندك مشكلة نطاق خدمة توزيع فهذه الخدمات كلها لابد أن يكون لها تنسيق من الجهات التي هي مسؤولة عندها يعني اليوم مهندس بناء على كلامك أنه إحنا عندنا المشروع الفلاني سننفذ خلاص؟ ممتاز علشان أن أنفذ المشروع الفلاني تعالوا يا كل الجهات تعليمه صحة وأمانه ومياه ونشوف أهم وزيرة الداخلية بقطاعاتها شرطة دفاع مدني جوازات كل هذه كلها خدمات للمواطن لهذا الجزء من المدينة نحن اليوم نتكلم عن الجزء من المدينة لا نتكلم عن مستوى الحياة السكنية لأن الحياة السكنية مثلا مستوصف واحد يغطي لك ثلاث أربع حياة سكنية الآن نحن نتكلم عن نقص الخدمات في المدن وكذلك عدم التنسيق بين هذه المشاريع بالمدن يعني نجي نلقى مدينة فيها مستوصف أو مستشفى مركزي وبجنبها أكثر من أربع خمس مدن ما فيها المرخز فكل الضغط يكون عليه على هذه المدينة يعني هي موضوع تنسيق الخدمات والمشاريع هي تراجاية مفروض من المستوى الوطني إلىين المستوى الحي السكني إيش هي الخدمات التي تخدم المدينة تخدم الحي تخدم الدولة هذه لازم نكون بينها تنسيق تنسيق كبير جدا من اللي لازم يقف على رأس القيادة والإدارة في هذه الموضوعات إمارات المناطق المفروض المرات المناطق الآن خلاص أمير المنطقة هو مسؤول لأنه عنده مجلس منطقة مجلس المنطقة هذا ترى هو مشكل من وش من كل الجهات الحكومية المفروض المرود الآن طبعا لازم يفعل هذا المجلس لازم يفعل خدميا وتنسيقيا أول ما كان يعني بصلاحية هذا المجلس أنه يتحكم بهذه الإدارات عن طريقة اللي عندنا مركزية في الوزارة الأم أنا لا اللي أنا أعرف أنه الهيات التطويرية صارت هي المسؤولة عن كل مدينة فصارت هي المسؤولة الآن عن جميع الخدمات الموجودة في المدينة فأنت صار اللي في الأقل تقدر تتعامل مع الخدمة وتقدر توجهها أو شي تقدر توجهها ترفع من مستواها وتغطي الأجزاء الحساسة عندك في المدينة المتضررة من هذه الخدمة ثم تضع لك خطة استراتيجية زي ما شفناها الآن في اليوم في عسير إن شاء الله بقرة في حايل بعد وفي الأحياء في المناطق هذه هذه ترى الاستراتيجيات هذه تضع لك محنا الآن وين ورايحين وين أبرز منطقة موجودة اليوم عندنا أو منطقتين فيها تكامل المشروعات هذه والشيء جديد أو القديمة يعني مناطق جديدة نيوم أنا أتوقع أنه سننجح في الموضوع هذا كبير جدا والرياض قديمة لا في عندنا مناطق وعادة الجيد يذكر يذكر لنا الجيد الجيد أنا أقول جيد فالآن في الخدمات اللي يشار لها البنان حقيقة زي ما قلت لك من المدن الجديدة نتفق كلنا أن نيوم لأنها ماشي على خطة استراتيجية واضحة عندنا الرياض يعتبر الآن من أفضل المدن في المملكة العربية السعودية على الأقل مكتمل الخدمات وعنده تنسيق عالي وتليها بعض المدن بتدرج أنا أثناء كلامك ذكرت مكة وحائل لا أنا مهو مكة وحائل أنا ذكرت عسير وإن شاء الله بعدها حايل في تطوير استراتيجيات عسير خلاص أعلن استراتيجيتهم فلذلك خلاص هم الآن متحكمين بالتنمية عندهم التنمية جزء منها الخدمات الحمالهم عذر يعني بعد فترة نبدأ لأننا سألهم أنتم مشيتوا على استراتيجية أوكي أول كنت تقولوا ما في استراتيجية وما في ون قائد واحد إذن نيوم الرياض نيوم الرياض إلى حد ما بريدة وبعض المدن يعني ما تحضرني يا الآن لكنها لكننا لسنا سيئين على فكرة يعني حنا ترى نسبة النجاح عندنا في هالمناطق تتكلم من 60% وعلى لكننا دائما نطمح إلى المية الكمال نطمح إلى الكمال المهندس نيدا شكرا جزيلا لك وليحضرك معنا في آهل شكرا أخيك شكرا المهندس نيدا الجليدي والشكر الأوفى لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة آمل سبحانه الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة